أبو محمد من الرياض بعث سؤالين يقول في أوله ما ما حكم من صلى مفردا خلف الصف هل صلاته صحيحة أم لا صلاته صحيحة يرود النص بذلك رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف والفذ هو المنفرد والواجب على من جاء للصلاة أن يدخل مع المأمومين إن وجد له مكانا أو يدخل عن يمين الإمام إذا أمكن فإن لم يمكن هذا ولا هذا فإنه ينتظر إلى أن يدخل من يصلي معه وهو في انتظاره يكون معلورا والحمد لله نعم